للجريدة هذا برنامج الرحلات الدولية أشروق تنشر المقترحات الأولية للرحلات الجوية الجزائرية ابتداء من الفاتح جوان بي سيار قبل الركوب واختبار فيما يخص التحليل عند الوصول الخصائيون تساهل مع العائدين قد يؤزم الوضع الوبائي أحزاب متفائلة بالتغيير وتحذيرات من دعاة الفراغ نعم مترشحون دون حسابات وآخرون يستدنون ومتعاملون يرفضون الفوترة اختفى أرشيف ملفات عواصم ثقافة من الوزارة هذه أبرز الملفات التي جاءت في الصفحة الأولى لجريدة الشروق اليومي نذهب إلى تفاصيل الملفات التي اخترناها لكم وبداية الملف الذي يخص من حتى 30 مليون لمن استطاع إليه سبيلا مترشحون بدون حسابات بنكية وآخرون يستدنون ومتعاملون يرفضون الفوترة إذن يصطدم المترشحون الأحرار الأقل من 40 سنة لتشريعيات 12 جوان المقبل بجملة من العراقي التي تعيق تحصيل منحة الدولة لشباب لتمويل الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميسة الماضي والتي حددتها السلطة أو سبيل 300 ألف دينار نذهب إلى ملف آخر والذي يخص رحلات الجوية التدريجية نعم وهذا هو البرنامج التدريجي ورحلات تجريبية لعودة جوية جسائرية شروق تنشر المقترحات الأولية لعمل شركة ابتداء من الفاتح جوان باريس يوميا ليون معدى الاثنين وقسنطين أيام الجمعة والسبت والأحد التحذير لفتح رحلات أنقرة إسطنبول تونس دبي في المرحلة الثانية وفحص بي سي ار قبل الاختبار أيضا سيروكي بعد النزول من الطائرة إذا يستلم الطيارون والمضيفون والتقنيون على مستوى شركة الخطوط الجوية بتاريخ الخامس والعشرون ماي الجاري برنامج الرحلات المزمع تنظيمها نحو مدن باريس مارسيليا ليون الفرنسية بداية من الفاتح جوان المقبل حيث تتضمن المقترحات الأولية رحلات يومية من الجزائر العاصمة نحو مارسيليا باريس وكل أيام الأسبوع معدى الاثنين نحو ليون أما رحلات قسنطينة باريس فسيتم تنظيمها أيام السبت والأحد تفاصيل هذا الموضوع تجدونه في جريدة الشروق اليومي نذهب إلى موضوع آخر والذي يخص تصريحات الفريق جنغريحة إذن أكد أنها أضحت ملاذا آمنا لشبكات الإجرامية وزارعية الفتن أحبطنا كافة الهجمات السيبريانية ضد الجزائر هذا ما أكده الفريق أساعد شنغريحة ريس سركان الجيش الوطنية الشعبية وقال أن مواقع تواصل الاجتماعي أضحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية ومنظمة معروفة بحقنها وكرهيتها للدولة الجزائرية والتي أيضا شمت حملات حريضية بغرض ضرب استقرار البلاد وزارع الفتن بين أفراد الشعب الواحد نذهب إلى ملف آخر ومن تصريحات الفريق شنغريح موضوع آخر أو نعم جريدة أخرى البلاد انفراج وشيك لسوق السيارات الحكومة سابق الزمن لتحرير عمليات الاستراد بالحمر يقول الاستراد أكبر منذ المراكبات قريبا أو قريبا وبأقل تكلفة وقفات تضامنية مع أستاذات برج بجي مختار وبسكر الوزارة ترسل لجنة تحقيق في الحادثة الكيانة السهيونية يلعب بالنار مجددا والجيش أحبط مؤامرة ضد الجزائر الحكومة تأمر بتكثيف حملة التلقيح ابتداءا من اليوم محرز يصنع الحدث ويحتفل بلقب المانشستر برفع الألم الفلسطينية نذهب إلى تفاصيل الذي اخترناه لكم من جريدة البلاد والذي يخص انفراج وشيك لسوق السيارات كما عنوانات الجريدة يرتقب المتابعون لسوق السيارات انفراج قريب بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة في وضع تعديلات وشروض تمكين الوكلاء من استيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وفي أقرب الأجل نذهب إلى جريدة أخرى من البلاد إلى جريدة الخبر في صفحة الأولى لقاح كورونا يكشف أزمة أخلاق الدول الغنية جزائر تقود ثورة أو ثورة الأفارقة ضد طريقة توزيعه المجحفة بقدوم يحضر من إعكاسات النزع القومية على الأمن البشري في إفريقيا و84% من لقاحة المنتجة استفادت منها فقط الدول الكبرى واتفاق كوفاكس أكيد هو محل دراسة بحد ذاته لصوص المعرفة أو واحدون عن المجد الكاذب السرقة العلمية ظاهرة لم تنجح خطة أو تنجح خطة الحكومة في القضاء عليها مواجهة قضائية وإدارية بين الداخلية والمعارضة إذن هذه أبرز العنوين التي جاءت في الصفحة الأولى لجريدة الخبر نعم نذهب إلى تفاصيل الملف والذي يخص الوزير الأول يأمر بتكثيف حملة التلقيح عبر الوطن نعم أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأحد تعليم لوزير الصحة بضرورة تكثيف حملة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 عبر تراب الوطني وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين وجاء في بيان لوزارة الأولى أنه مع الإبقاء على الإطار القانوني والمهدي الذي تم وضعه تبعا للقرار رقم 2 المؤرخ في الخامس والعشرون يناير 2021 تمت الدعوة إلى ضرورة احترام عيير وأولويات حملة تلقيح الموضوع من طرف اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وباء كورونا في الزائر والسلطات الصحية المؤهلة نعم نذهب إلى جريدة أخرى ومن الخبر إلى جريدة الحوار إنجاز مليون وحدة سكنية قبل 2024 حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحمر والذي قال سنستورد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة لقاح سبوتنيك صنع في الجزائر أو سيصنع في الجزائر في شهر سبتمبر القادم أيضا مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية حسب تصريحات شنغريحة لجنة للتحقيق في قضية الاعتداء على أستاذات في أدراد وصحب البنزين الممتاز جويليا المقبل صحفيون يتنافسون لظفر بمقاعد في البرلمان هكذا تطرقت هذا الموضوع التي فصلت فيه جريدة الحوار نذهب إلى الموضوع الذي اخترناه لكم والذي يخص تصريحات الوزير الأول عبدالعزيز جراد والذي قال لن نتدخر أي جهد لتجريم كل أشكال العنف التي تطال المرأة قال الوزير أيضا أن المرأة القوة والعطاء ولها الحق في الحياة العامة وأيضا الوزير نشر عبر صفحته الخاصة في الفيسبوك قال أن المرأة الجزائرية هي المجاهدة والمربية والسياسية وأيضا المعالجة هي الأم والزوجة والأخت البنت والرفيقة أيضا حاضرة في الوعي المجتمع الجزائري بكل تفاصيله إننا نسجل وبكل غضاب الأفعال الإجرامية المعزولة ضد المرأة في بعض المناطق والتي لا تموت بصلة لأصالة وقيام المجتمع الجزائري لن نتسامح مع أي نوع من الأذى الذي يستهدف جسدها أو أيضا شرفها إذن هذه الرسالة التي نشرها الوزير الأول عبد العزيز جراد في صفحته على الفيسبوك نذهب إلى جريدة أخرى وجريدة الشعب مواقع تواصل ملاذ لشبكات إجرامية حاقدة هذا الموضوع وتصريحات الفريق شنغريحة الموضوع الذي تطرقت إلى الجرائد الوطنية الصادرة بتاريخ اليوم نعم الشعب أيضا فصلت أو تطرقت إلى مواضيع شتى من بينها جزائر ترأس جلسة لمجلس السلم الإفريقي اليوم مخصصة لبحث الوضع في مالي إذن مجلس الأمة في اجتماع لجنة شؤون فلسطين وشبيبة القبائل في المربع الذهبي الإفريقي إذن المتنافسون يجتمعون دائما على شعار التغيير فيما يخص المتنافسون على حبات البرلمان نذهب إلى تفاصيل الملف الذي اخترناه لكم وتضبير لاستكمال الموسم الدراسي ببرج باجي مختار بعد جريمة الاعتداء على المعلمات إذن أعلن المفتش العام لوزارة تربية الوطنية بن زمران مصطفى أعلن عن اتخاذ جملة من التضبير العملية والمطمئنة لضمان إتمام الموسم الدراسي الحالي وإجراء الامتحانات الوطنية الرسمية في موعدها المحدد بولاية برج باجي مختار الحدودية أكد المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها بمقر ولاية أدرار تضامن وزارة تربية الوطنية ووقوفها الكامل إلى جانب المعلمات تلواتي تعرضنا لذلك الاعتداء الهمجي وجبان والشنيع المفتش العام لوزارة تربية أيضا أكد عن استنكار الوزارة الوصية بكل قوة لذلك الاعتداء البشع الذي استهدف معلمات يؤدين مهنة الشرف الممثل في تربية الأجيال مضحيات في سبيل أداء رسالة تعليم الشريفة نعم نذهب إلى نعم وبهذا مشاهدين وصلنا إلى ختم فقرة المنشات وهذا أبرز ما جاء في الجرائد الوطنية الصادرة اشتركوا في القناة